السلام ورحمة الله شباب طبعا جيتني كثير من الأسئلة عن لعبة محاك الصيد شلون أشتري شلون أعمال شلون أسوي وطبعا هاي الواجهة التي جافتنا أمامكم مع ذول الخيارات رح أشرحها بهذا الفيديو شرح تفصيل إن شاء الله فتابع الفيديو للأخير يجوز فيه معلومات أنت ما كنت عارفها وتستفيد منها وجوز أنت من قبل حط سؤالك بشي تعليق بالفيديوهات المضت ويمكن تلاقي جواب عليه بهذا الفيديو فتعبوا للأخير إن شاء الله أنكم تستفيدون طبعا هاي الواجهة أول ما تدخل للعبة هاي هي الواجهة أنا محمد للعبة من موقع الستيم شاريها سعر اللعبة أنا عندي حقا عشرين دولار بس أتوقع من منطقة لمنطقة تختلف السعر فإذا كانت عندك العملة بالروسية أو بالتركيا يجوز يتلاحق عشر دولار أو أقل شوي المهم هذا هو المهم أول ما تفتح اللعبة تكون هاي هي الواجهة ما عندك هون continue استمرار يعني إذا أنت مثلا داخل كنت عم تلعب بماب وطلعت من اللعبة وبعدين بدك ترجع بدك تكمل بها الماب يعني عشان ما تخسره فلوسك الجماعتها وكل شيء وهالشغلات هاي فانضغط الكلمة الأولى continue وراح يخليك تستمر بالماب اللي انت متابع عليه متابع فيه مو بس الماب حتى المابات الباقية كله نفس الشيء يعني راح تتابع باللعبة يعني من أول ما بلجت فيها لحد لحد الآن يعني راح يضل فلوس محفوظات لجبتهم المهارات كل شيء راح يضل محفوظات مثل ما هم وكل ما تبعت راح أكيد يتحسنون كل شيء يعني ما راح يضيع عليك شيء هذا أول خيار الخيار الثاني select reserve هذا شلون تختار المابات كثير سألوني شلون اختار الماب بهذا الاختيار select reserve select اختيار او اختار معناتها اتوقع المنطقة وهيك شيء بس ما انا متأكدها الترجمة مش متأكد منها المهم select reserve تضط عليها وعندك هدول المابات يا شباب هذا أول ماب وطبعا متما منعرف اللعبة أول ما تشتريها يعطوك الماب الأول والثاني بالمجان هدول المابين بالمجان هذا الماب الأول وهذا الماب الثاني بالمجان بقية المابات اذا بك تروع الماب الثالث وبعد الثالث راح تلقى هون شايف هاي الكلمة هون يكون عليها مثل القفل كاتب لك buy شراء buy بالانجليزي اذا تغطى عليها راح يوجهك لصفحة الشراء وتدفع سعر الماب وتشتري بس هاي هاي الكلمة وانا عبتكلم يا شباب عن لعبة الكمبيوتر اللي محملة من موقع البوبجي ستيم طبعا يلي عبي لعبي بلاي سيشن او اكس بوكس انا ما بعرف شونا شراءت هاي شونا اذا هاشي يختلف ولا لا بس اتوقع نفس الاشي ما في اي اختلاف على كل حال هذا الماب الثالث من بعد الماب الثالث للاخير يكونون بالفلوس متماقة لكم من هاي هون الكلمة تغطط عليها buy يعني معنات الشراء يوجهك على صفحة الشراء وتشتريها طبعا عندك مابات مختلفة هده هون الماب الثالث الافريقي المفضل عندي في اشخاص قلوا لي طيب وين هده يلقى الشو اسمه المابات الجديدة اللي تنزل يعني موجودة هي بقائمة المابات كل ما ينزل ماب جديد شايفين هده الماب الطائرة التركي وقت ان نزلوه ضافوا للقائمة هون بتاع المابات قائمة select reserve ضافوا ويعطوكم اشارة متى القفل وكلمة buy عشان تشتري اذا اشتريت وخلص رح يبديك تلعبوا من ضغط عليك كلمة select reserve فخلص يدخلك الماب وخلص هده شايفين هدول هدول هم المابات يعني اه بالنسبة لله اللي تشخص تقولوني شلون اغير الماب او شلون العب بالماب سهلة برضو من نفس الخانة select reserve select reserve تضغط هون يدخلك الماب انتهت الشغلة بدك ترجع كلمة back رجوع بسيطة دير بالك تضغط عليها اذا ضغط عليها راح تضيع منك المهارات الجمعتها راح يضيع منك الفلوس راح تروح منك الاسلحة طبعا الاسلحة شاريها بفلوس حقيقية هاي ما تروح هاي تبقى عندك بس يعني الاسلحة اللي انت شاريها من نقاط من نقاط اللعبة اللي انت حصلتها نفسها يعني راح تبدأ من الصفر هون هاي نيو جيم فما انصحك غير اذا انت حاب تبدأ من الصفر ما بعرف هذا الشي ثاني ما انه ما يفي حدا يسوي هالشي الملتي بلاير شون انك تسوي سيرفر تلعب مع اصدقائك بسيطة ملتي بلاير ملتي بلاير او انك مثلا تنضم لسيرفر حاب انت ماب تنضم عليه والماب ما عندك اياه لانه لعبة ما تعطي كل شي بالمجان بس اول ما بين فعادي هو متل ما انتك شايفون هاد اسمه ما ما بالسفانة هاد يكون بفلوس هاد لازم تشتري بالاول عشان يعني يلعبك فيه تضغط عليه دخلني السيرفر انا ما بدي ادخل السيرفر لماذا بدي اطلع له المهم يعني تضغط عليه فرن يدخلك السيرفر وفي عندك يعني السيرفر بتاع هاد الدياب بتاع السويل بتاع الافريقي الماب الافريقي السابانة مثل ماك شايف واذا فتحت الخيمة والله بمنطقة راح تبقى مفتوحة دايما حتى لو اشتريت الماب بفلوس من الفلوسك يعني وضغطه لو قائمة عندك راح يضل البيوت والخيمات مفتوحات فخلنا نطلع الساعة من هون خلنا نطلع نرجع للقائمة يعني ونتابع الشرح هاي كيفية انك تدخل بسيرفر يعني بماب انت شاري طيب شون تسوي انت بسيرفر بنفلك يعني حتى يبديك تسوي سيرفر بالمابات الاول اثنين اللي يعطيك يهم بالمجان اقل من عادي create game create يعني اصنع او او عمل game اختيار الاول هو الماب او المنطقة اللي منطقة الصيد عندك كل المابات تختار مثل ما كم شايفين مثلا خلنا نختار ماب السافانا شايفين هذا هو فرهونجا السافانا هذا الماب الافريقي بتاع السود players طبعا الحد الادنى الحد الادنى هو لعبين يعني انت واحد والحد الاقصى 8 8 لواعيب الحد الاقصى سيرفر يعني يعني تريده عام او خاص او بس مع الاصدقاء يعني خاص يعني بس انتين اللي تقدر تلعب بها السيرفر يعني عام يعني كل ما واحد يعني متل ما شرحت من قبل من شوي انك يمديك تدخل لاي ماب او اي سيرفر حتى لو مكان الماب عندك يمديك تلعب فيه يكونون هالاشخاص حطنوا على البوبليك على العام فرينتس مع الاصدقاء يلي انت ضايفهم من نفس المنصة وهي منصة الاستيم طبعا في عندها غير منصات الاكس بوكس عنده منصة خاصة فيه ما بعرف ايش او الاختيار الرابع اللو فيشلس فيكلس او هيك اشي هاي عشان المركبات ياس ارنو اذا انت شاري المركبات اعطي ياس اذا ما انت شاريها اعطينو كيفك اللو دوكس هاي الكلاب اضافوه ميزة انو يكون معاك كلب يعني صاحبك حشاكم وقدركم كبير ان يكون دائما معاك هذا الكلب وين ما رحت شغلة حلوة والله يحق يعني خليك تحسك انك عم تلعب لعبة واقعية اكتر وهي اصلا اللعبة واقعية يعني تعطينو او ياسب كيفك هاي اذا انت انت شاري الكلب من الموقع الاستيم بعد ما تخلص هدول الاعدادات تعطيه start game وخلص بدأ الجيم لكن وقتا مهمة الشخص اللي مسوي السيرفر بعد ما يترك السيرفر بعد ما يتركه ربع ساعة عندك وقت عشان تلعب فيه بعدين رح يقفل السيرفر تلقائيا بعد ربع ساعة من ترك السيرفر اللي مسوي السيرفر صاح طبعا خلنا نرجع back back نسيت والله شي هون يمكن all طبعا فيك تختار الماب اللي بدك اي يعني تدور مثلا على الباب اللي انت بدك الماب اللي بدك يا انت في عندك هون كل متقل الكل في عندك هون light on like district في عندك السفانة دي كان اذا انت بدك ماب محدد فيمديك تدوره هون عليه بهدول الاسهم عندك ماب السفانة هدا الاثبيقي شايفه هون شلون هون عاطيناك players يعني كم لاعبين مسموه يدخلون عليه هون هون هدا صاحب السيرفر حاط انه اقصى اشي خمس لاعبين ومثل ما كنهم شايفين هو مانع الدراجات لكن سامح بالدوكس الكلاب هون عندك سامح بالدراجات والدوكس هون عندك سامح بالدراجات لكن مانع الكلاب سام هنا صوت اللي عم بجيب من بره يا شباب داخل ما بارت لك بس ما بالصوت انا يعني ما فهمت ايش معانه هاي هون distance ما بارت انا ما فهمت والله ايش هاي لكن خليها مثل ما هاي مدري ايش اسمه المهم نروح الاختيار بتاع settings العدادات عدادات كل واحد يعني جهازه يعني ما فينا اقول لك والله سوي هيك وسوي هيك الشي الواحد اللي اقدر انابهك عليه هو الدقة يعني دائما نخليها على نفس الدقة اللي شغله اللي اقصى الدقة للشاشة بتاعك انا اللي عندي full hd 1080p انا حاططها دائما خليها full screen عشان ما يسبب لك شوي تلاك الفيسينج هاي عشان الفريم ما تخليها دائما تعطيل الفيسينج الغرافيكس انا بصراحة ادول اعداداتي يمليني عليهم اكتر بس ما لاحظت الصرق الكبير في بعض الشغلات اللي لازم التطفيها لانها تخرب عليك وما تفيدك ابدا وتخلي يعني سببك يجوز مشاكل يعني سببك شوي تلاك اذا كان جهازك مش قوي كتير هي head هايها طفيها Global Illumination وتطفيها Motion Blur هذه تطفيها لانه هذا الاختيار ولا واحد يستخدمه بالألعاب SSAO هاي دائما خليها شغالها لانه راح تعطيك جرافيك أحلى لانه إذا طفيتها بجد يعني راح تشوف الجرافيك يصير خائص فأنصحك دائما تخليها شغالها Audio طبعا هدول بالنسبة للاختيارات Gamepad شغالات Lux and safety هاي الحساسية مثلا الحركة يمين يسار مثل Aim كيفورد وماوس تخصص يعني Aim بتاع الماوس والحركة والشغلات هاي كيفيندينج هاي عشان يعني تخصص الأزرار مثلا بدك حرف الW ومشي للأمام مع الShift انه يركض والF مثلا للتفاعل ومشي للأر عشان مثلا الموضوع يعبي الريلود يسوي الريلود لسلاح يعبي طلقات والباقيات يعني ايش بدي يخلكم عنهم يعني هدولهم الباقيات يشوفهم الحالة بش صعبة كتير Download content ما دخلنا فيها هدا وجهك للموقع بالستيم عشان مدري ايش يسوي كريديت ما بديها ما بعرف هاي كويت يعني خروج باقي شغلة واحدة يا شباب كيفية شراء المبات اتوقع اني شرحتها خلنا نرجع الوراء ونتأكد طبعا هاي من داخل اللابة يعني كما كم شايفين اشياء كتير والله اللي يسئلوني شلون اشتري الاسلحة بسيطة بسيطة كتير الاسلحة اذا انت شغل على موقع الاستيم راح اشرحها من موقع الاستيم واتمنى ان يكون نفس الاشي للاشخاص على اكس بوكس والباقي الالعاب شراء الاسلحة طبعا شراء الاسلحة يكون شوين مختلف ما يجي من جوا اللعبة هدا تروح من موقع نفسه تشتريها بما اني حملت اللعبة انا من موقع الاستيم فاكيد راح يكون من موقع الاستيم كيفية الشراء تروح على هذا الفينكلز انا حاطه باللغة الهولندي المهم بالعربي معناه المتجر على كلمة البحث تكتب اسم اللعبة The Hunter يطلع لك هون اسم اللعبة شايفين شلون The Hunter Call of the Wild اكتبه كامل وعطيه بحث راح تطلع لك ليك ما نصحك ابدا انه والله تكتب The Hunter وبعدين تختار اسم اللعبة لا اكتب الاسم كامل ما بعرف ازا فيه طريقة ثاني عشان يطلع لك كل شي محتوى متعلق بهاي اللعبة ماشي انا كدت فهمي The Hunter Call of the Wild الاسم كامل ما ضغط ما ضغط على وحدة من هدول انا ما ضغط على اللعبة نفسها لا ارحت ضغط انتر فورا على الاسم لا اضغط على اللعبة هسا لحظة شبه لحظة The Hunter Call of the Wild طلع لي كل شي محتويات طبعا اللي يشتغل على ستيم وللأسف ما عندي انا ما اعلم باللعب على اكس بوكس و البلاي سيشن المهم تجي هادا هون الخيارات هالتاعة الفلترة والشغلات هاي في عندك اول خيار مثل ما كم شايفينه يعني اتماد او الشغلات اللي مخفية وهون اتماد اللي بالمكتب لانت اللي حافظها عندك طبعا على حسب الاختيار هون يتغير هاي القائمة طبعا فيك تختار مثلا خلنا نغير هاي لحظة استنى لحظة المهم لحظة يا شباب لحظة عشان اقويكم شغلة في هون شغلة حلوة يصير كان في شغلة انك تختار شلون بس يطلع لك الشغلات اللي انت ما اشتريتها طبعا المهم دور انت وشوف اكيد بالعربية رح تلقاها انا حاليا ما يبيني يلقاها بصراحة ما بعرف المهم من هذول الخيارات اكيد رح يطلع عندك خيار الاشياء التي لم اشتريها او الاشياء اللي مش موجودة بالمكتبة طبعا هون يطلع لك مثل ماك شايف هذا الكلب اضغط عليه لسا انا مش شاري اروح اشتري الاسلحة عندك كثير اسلحة بالنسبة لصيد البط ولا المنظر الليلي مثلا شايفين يعني كل شي اسلحة يجونك يعني بالقائمة هون كلهم فوق بعض كل شي انت مش شاري يجونك هون فوق بعض شايفين شلون بتاع البط مثلا خلينا شوفوا هنا تشتريها كل شي انا اسلحة اشتريتها موجودة هون هذا هو يا شباب كان الفيديو اتمنى اني هيك يكون شراحت كل شي ما يتعلق بها اللعبة والتفصيل اتمنى اني ما انسيت اشي اذا في شي ناقصة شباب اكتبوا بالتعليقات وانصحك تشاهد الفيديو يعني اكيد انتشاهد للاخير فهذا كان الفيديو شباب اتمنى انكم استفدت اوزر السفعة تريت لا تنسى اللايك تشترك بالقناة تفعل زر الجرس انا مو بس بنزل الالعاب محاك السيد والله بنزل الالعاب مثلا بوبجي ستيم انزل بوبجي مبغل ما عاد ننزلها لان صارت بايخ بصراحة حاليا بدأت بلعبة حرب مجانية نحملها من موقع ستيم عشان نلعب مع بعض اذا عندك جهاز اللعبة مش متطلبة كثير هاي اللعبة جدا متطلبة لعبة محاك السيد بصراحة يا شباب يجبك جد جهاز قوي وخاصة التبريد يكون منيه عشان الحرارة ما تحرق لك الكمبيوتر لانه ملعبة جدا تقيلة على الكمبيوتر فهذا وكان يا شباب كل شي اتمنىكم استفدتم واشوفكم الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله